يا أهلاً وياس أهلاً بكم في الحلقة الأولى ديالهات السلسلة متدوينات الصوتية ديال صديقي وذامي ديال خالي الفسيكاستر معكم يا حيا فهدي اختصاصي نفسي كلينيكي ومعالج نفسي واللي غير رفقكم في الحلقات ديالهات السلسلة اللي من العنوان ديالهات أتبان لكم أنها تتكلم على التشوهات المعرفية أو نقدرون ترجموا واحدة بمصطلح تحريفات في كل الحلقة غادي نتكلموا لكم على زوج أنواع ديال التشوهات وفي الفاينال ديال هاد الارك غادي نتخصصوه الحديث على بعض الأدوات والطرق اللي نقدو ديها نتعاملوا مع هاد التشوهات يمكنني لبارك علينا من هاد المقبلات وندوزو للطبق الرئيسي الأول بونا بيتي بسم الله هيا نبدأ ضروري بعدا نعرفكم على هاد المفهوم حين تكيف ما غير يظهر لكم هو مفهوم تجدر بشكل كبير في حياتنا اليومية تيلعبوا واحد دور كبير في العلاقات ديالنا في الصيغرورة ديال السلوكات والانفعالات والأفكار اللي تتباطل ديالنا بمعنى بسيط هو حجرة من الأحجار الأساسية اللي تتكون لحد هنا تنظن أن الأمر واضح ونفهوم الآن نريد أن تعمقوا واحد شوية وباش الصورة تتقربوا أكثر غنطلب منكم تركزوا في المصطلحات اللي تستعمل وتخيلوا معايا شي واحد شي بوتيك ديال أوبتيسيان اللي تشوف فرقة بيضة زيان؟ هذا السيد بدأت يجرف واحد عشرة ديال النظارات كل النظارات زاج ديالها تيركز على لون واحد فالسيد فاش هز نظارات اللولين بانت ليهن الورقة البيضة ولات خضرة بدل النظارات هز نظارات التانين ولات ليهن الورقة تتبلي زرقة هز الثالثة ولات الورقة تتبلي صفرة وهكذا دوارك أولا لحتوا أنني قلت بانت وتتبلي ماشي ولات الورقة زرقة لا الورقة بقى هي هي بيضة وهذا الأمر هو أول خاصية من خصائص تشوهات بمعنى آخر أنها طرق وصيرورات اللي عندنا في النظام ديالنا واللي بها تنتفعلوا مع العالم الخارجي اللي مثلناه في هذا المثال بالورقة البيضة والأبيض عزلناه باش يمثل لناه حقيقة أخرى اللي مرتبطة بهذه المثموم وهي أن العالم الخارجي العالم الخارجي عندنا مو حايد بالطبع ديال احنا اللي سنعطيه المعنى وحنا اللي سنعطيه القيمة وفي هذه العملية ديال منح العالم الخارجي ومعنى 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 القيمة تتلعبها تتشوهات الدور ديالها مثلا انت أو انتي طالعين في الدروش داز جاركم من حداكم ما سلمش عليكم في ذاك اللحظة بالضبط غادي نلعبوها التشوهات الضور دياله يا اما تقولوا اوه هذا دي مدفع كبير علينا اوه وقلبو جو علينا ما تنتسرتش ليه ما حاملنيش ما عندوش معاي هاد الجومة اللي تيطيرو لنا في رأسنا في لحظات معين وبشكل معين بحلق ليه هما التشوهات المعرفية الأمر الثاني واللي بغيت نوضح لكم المثال ديال السيد اللي عند الأوبتيسيان هو متعلق بالطبيعة ديال الأفكار اللي هي طبيعة أوتوماتيكي وآنية في البلاسة اللي ما تنردوش لها البال تلقا ورأسنا درنا في المهندي مع ذاك الجار واخاوة الفعل دياله اللي دار فعل محاين كيفما قلنا في الورقة البايدة اللي دوين علىها غي تنساو او لما تنكونوش عارفين اننا لابسي النظارات تيركزو غير على اللون السرق مثال وتنقاوشايفين بيوم الدنيا 24 ساعة 24 سبع أيام سبع أيام العام كام وتنقولو مع رأسنا اوه ما لها الدنيا زرقى بلا قياس ما تنردوش لبال اننا نديرين واحد من الدارات والطريقة ديال التفكير والأسلوب ديال التفكير ديالنا هو اللي مخلينا نشوفوا الدنيا بذلك الشكل حتى اللي هنا تنظن بأن الموضوع واضح وغادين معي السك دابا من اللي اعطيناكم هات تقديم الخفيفة الدريف على الموضوع ديالنا دوزو نقدموا لكم واحد زوج أنواع ديال القليات اللي أطلقوا رأسكم عارفينوا بغير ما تصردوش من ذلك أول من الدارات هم التفكير بمنطق كل شيء أو لا شيء معنى أبسط هذين من الدارات اللي تنشوفوا بهم تيوريونا يا إما بيض يا إما كحل ما كانش الرمادي فيهم يا لي من يا لسا الوسط ما كانش مثال البسيط اللي نقولوه فاتسيق ديالرياضة هو أنك تكون غذيف شي ضايت مزيان تعتعية شوية تضرب لك واحد ضغيمة زيادة وفي ذلك اللحظة تقول مع رأسك خسرتها خرجت على رأسك هات تشوه المعرفة اللي جاك تتطور في لحظة سريعة وتتولي حاقد على رأسك كعي ما حاملش رأسك وتتولي تقول صافي خسرتها بها ضغيمة وهجي مكملات المكلة كاملة فمن خلال تشوه واحد بين قوسين بسيط ما رضيناش ليه البال لحنا نيت في الغالة الكبير وخسرنا البرنامج الغذائي ديالنا بشكل قاسح حيث أنه ضغمه باش تصلح ضغمه ماشي يبحل تصلحها كالوريز كاملين بكينين في المكلة اللي ستي تاني نوع ديالنظارات غنسنيوهم تامين وما أدراك ما التامين تنظن أنه مفهوم هو من اللي تنشدو حادث أو واقعة معينة وتنعممو النتيجة ديالها على أي بلان تيشبه لها تانيو اللي وخدامين مزوج ديال الكلمات ديما وعمرني مثلا كنتم خطوبين را مشكيل قدر الله أنكم تفسخوا الخطوبة من بعد فين ما تجبدو هذا الموضوع أو الفكرة ديال علاقة وخطوبة وزواج تتقولوا مع رأسكم آه لا تال لا عمرني أنا أنتو صافي حيث تاديك من رأسي ما عندي ظهر فاد البلان ديما اللي جبتها ما تتكملش معي الطريق بارك علي مصدع الرأس أحثم الرأخرى أن الصيرورة ديالها التفاعل ديال الإعطاء لمعنى العالم الخارجي تتأثر على الانفعالات والحالة النفسية ديالها من تشوه معريفي بين قوسين بسيط دخلنا في واحد الحالة ديال الإحباط وخلقنا لراسنا واحد الكرة ديال الفشل وخدامين تنتخبّو فيها تنخلقوا بهذا النظراء واحد سلسلة وهمية من الانكسارات والخسائر فقط من خلال تعميم حادث بسيط على حياتنا كامل وصلنا يا سادتي الكرام لنهاية الجزء الأول من هذه السلسلة عرفناكم فيها على التشوهات المعرفية وقدمنا لكم زوج أنواع ديالها تعميم وتفكير بمنطق الكل أو لا شيء نتلقوا في الجزء الثاني وكيف ديما ديوا في صحتكم النفسية وما تنسوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر